فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام مسجد أصيب بكسر في قدمه فوضع عليها الجبيرة وبدأ يصلي بجماعة مسجده قاعدا لمدة شهر قاعدا؟ نعم لمدة شهر فهل فعله مشروع؟ نعم إمام المسجد الراتب إذا اعتل احتاج إلى القعود الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم الإمام الراتب الذي يرجى زوال عذره صلي قاعدا لكن إذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم عرض له العذر وقعد هم يتمون قياما خلفهم وإذا بدأ بهم الصلاة قاعدا يجب عليهم القعود قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين نعم هذا في إمام الراتب الذي يرجى زوال عذره أما إمام ما هو براتب لا لا يصليبهم موزع أو إمام الراتب لكن مرضه مزمن لا يرجى زواله هذا لا يجوز أن يأم في الصلاة نعم شكراً لكم شكراً لكم